ونتحول إلى الشأن الليبي حيث أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط مجددا عن قلقه إزاء مجمل المشهد السياسي الحالي في ليبيا والذي ينذر بإعادة ليبيا إلى المرحلة الصعبة التي شهدتها قبل توقيع اتفاق وقف إطلاق النار في 23 أكتوبر لعام 2020 وفي هذا الإطار نشد أبو الغيط جميع الفعليين الليبيين العمل بجدية وبمسؤولية نحو تهيئة الظروف الأمنية والسياسية والقانونية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية في أقرب فرصة ممكنة تحقيقا لرغبة الناخبين الليبيين وأكد أبو الغيط استعداد الجامعة العربية دائم لدعم أي جهد الليبي جد يؤمن التوافق حول خارطة طريق سياسية واضحة وعملية مجدولة بمدد زمنية محددة